عودوا بذاكرتنا قليلاً إلى أيام الجرعة وللنفط حروبه وأمراؤه لكنها حرب ناعمة وإن كان ضحاياها ملايين اليمنيين شركات وتجار وسماسرة وسوق سوداء ونافذون في سلطة ميليشيات الحوثي يديرون هذا الملف بقوة السلطة وقانون الغلبة فمنذ إسقاط صنعاء وضعت الميليشيا يدها على كل المؤسسات الإيرادية وكانت شركة النفط في صدارة القطاع النفطي التي استولت على قرارها قرار التعويم أتاح الـ 22 شركة تجارية نفطية تعمل في استيراد النفط معظمها تابعة لقيادات الميليشيا أو موالية لها بحسب مصادر إعلامية شركة كوروغاز إحدى هذه الشركات التي حظيت بامتياز استيراد مشتقات نفطية كشف عن تورطها بملفات فساد تبلغ ملايين الدولارات كان آخرها ما ورد في هذه الوثيقة الصادرة عن النيابة العامة بصنعاء والتي وجهت البنك البركزي بتجميد أرصدة حسابات عدد من الشركات والأفراد تقف شركة كوروغاز على رأس القائمة والتهمة هي التحايل والاستيلاء على المال العام المذكرة الصادرة عن نيابة الأموال العامة طالبت أيضا بتجميد وحجز ما قيمته الإجمالية سبعة وخمسون مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي من أموال وأصول وأرصدة وحسابات المذكورين لدى البنوك والمصارف اليمنية غيظ من فيض فساد بات يشكل أهم موارد الميليشيا وقيادتها وكان له بالغ التأثير على أداء الشركة ذاتها يقول موظف الشركة أن شركة النفط أصبحت فقط مخزنا للتجار بعد أن كانت تجار وكلاء لشركة النفط أصبحت الشركة مجرد مخازن للتجار وبمباركة سياسية المتحدث الإعلامي السابق لشركة النفط يتهم ميليشيات الحوثي بممارسة فساد بمليارات الريالات حيث كتب قائلا أنها تقوم بترحيل كميات كبيرة من الوقود من شركة بسعرها الرسمي لتبيعه في محطات القطاع الخاص بفوارق سعرية يصل إجمالها إلى تسعة مليارات ريال تزدهر السوق السوداء وتتسع دائرة أباطرة النفط الجدد ومعها تضيق فرص العيش أمام المواطنين الخاضعين لسلطة القهر في صنعاه اشتركوا في القناة